سيد واصل أهلاً وسهلاً بك سيكون من الأهمية بمكان أن نتعرف على بعض المعلومات الأقرب إلى الواقع التي رشحت عن لقاء أنتوني بلينكين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خصوصاً وهناك تقارير تقول بأن اللقاء لم يكن مريحاً بما فيه الكفاية بالتأكيد هذه الزيارة الخامسة للأسير الخارجية للمنطقة وهي في مجال داعم لمزيد من التوفير الدعم للإحتلال وأيضاً لا يتحدث إطلاقاً عن وقف العدوان وحرب الإبادة التي تتعرض مع الشعب فلسطين باكس من ذلك تماماً هو يتحدث عن تغفيض ذلك أي بمعنى أنه بدل القتل ألف شخص كل يوم يمكن أن يصدر خمش مئة شخص وبالتالي هذا الأمر يعني استمرار لهذا العدوان والجرائع مصفى عدودة الشعب فلسطين ربما أيضاً الحديث عن قضايا أخرى لها علاقة بالإصلاح وغير ذلك يعني دون أن يتم التطرخ إلى وقف الحرب العدوانية والجرائع دون أن يتم التطرخ الإصلاح وما إلى ذلك إصلاح السلطة الفلسطينية لدى الإدارة الأمريكية ورقة في هذا الخصوص نعم هم يتحدثوا حول ذلك وليس سراً أن حتى تصفحات وزير خارجي الأمريكي قبل اللقاء كان يتحدث حول ذلك ونحن بالنسبة لنا الموقف واضح تماماً الذي تدخلنا عليه مع جمهورية قصة العربية وفي دقاء الملجلة قبل أيام مع الرئيس عبدالك التحسيسي عندما زار الرئيس أبو مازن القاهرة وأيضاً بالتنصيق مع العديد من دول العربية فيها الأردن نحن نتحدث عن سياسة تحاول سيناريوكات الاحتلال الفردية في المنطقة وهي مسألة التحجير إلى سيناء من غزة أو إلى الأردن من الضفة والغدس وهذا الأمر الذي نزال يندرج على جدو الأعمال التدمير الذي يشاهده العالم أجمع لإخطاء غزة يعني أن هناك استحال الحياة الإنسانية في ظل الجمهور وفي ظل التدمير الذي يجري في ظل عدد الشهداء الكبير والجرحى وكل ملعب علاقة بتدمير الحياة الإنسانية هذا أمر يندرج في إطار مواصلة هذا الهدوان والجرائم المتصاعدة للشعب فلسطيني وبالتالي نحن وسعينا من أجل أن هناك وقت فوري لهذا الهدوان هذا الذي نسعى الأجل التقيقي بالاتفاق حول ذلك وأنا بعتقد أنه كل ما يندرج في إطار ما يتحدث عنها الإدارة الأمريكية ويأتي في دعم هذا الاحتلال على جرائم الاحتلال لذلك ربما أن لقاء العقبة اليوم مثلا هذا اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك العبدالله الأردني والرئيس الفلسطيني أبمازن سيكون اجتماع قمة ذا أهمية في سياق أولا التأكيد على أهمية في ضعفة كل الجهود نجيل بغض هذا العدوان والجرائم الصعب والشعب الفلسطيني حرب الإبادة المستمرة حرب التدمير الذي يستمر الاحتلال بمعام بدعم الإدارة الأمريكية وبالتالي هذه القمة الهامة أنا أعتقد أنه أيضا ما يمكن أن تلخط عنه يمكن أن تتوسع إلى العديد من الدول العربية والإسلامية ومجتمع الدولين أجل الضغط على وقف هذا العدوان والجرائم الصعب للشعب الفلسطيني ورفض السياسة التحجير لكن إذا كانت القناعة لدى السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي فهناك إدراك يقيني مقابل بأنه لا مجال لأي حل لا في وقف إطلاق النار ولا في ترتيبات ما بعد وقف هذه الحرب أو انتهائها إلا بمدد أو بيد أمريكية تباشر شيئا من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي كيف يمكن النظر إلى طرف تؤمن السلطة الفلسطينية بأنه ضالع فيما يحدث في قطاع غزة وهي الإدارة الأمريكية وفي ذات الوقت يتعين التعامل معها لترتيبات اليوم التالي كما يعرف الآن يعني أنا بأعتقد أنه حتى ما يتم طرحه من قبل الولايات التحدة الأمريكية ومن قبل الاحتلال حتى عن سنوريوهات ما يسمى اليوم التالي بمعنى أنه يعني هناك عديد من قبل الاحتلال يتحدث عن قطاع غزة وأن يكون هناك إدارة مدنية أو إدارة حفلالية أو إدارة أشائق أو إدارة أممية وغير ذلك هذا الأمر يهدف إلى الثلاثين المساء الأولى هو منع إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية وخاصة أن الدولة يتعين أن تقام على قطاع غزة والضفة والقطس العاصمة وحق العودة اللاجئين هذه التوابط التي ترتكز عليه أي عملية السلام في هذه المنطقة والأمر الثاني هو محاولة المساس للتمثيل الفلسطيني الموحد في إطار منظمة التعاية الفلسطينية المسر الشرعي الوحيد للشام الفلسطيني بذلك ما تقوم به الإدارة الأمريكية هي محاولة أيضا لشراكة كاملة مع الاحتلال فيما يتعلق وسنانيوهات لا علاقة باليوم الثاني وغير ذلك واستمرار هذه الحرب الأدوانية والإجرامية لأنه حتى الآن اقتربنا من المائة يوم من عمر هذا الحرب الإبادة والاحتلال لن يحقق أي من القضايا التي تحدث عنها بالعاكس من ذلك تماما وخشة لفشة من دريعا في ذلك والمقامة الباسية التي يجسدها شعبنا الفلسطيني واضح تماما أنه لا يستطيع الاحتلال فرض أجندته وسيطرته عن رغم من تضحيات الجسام عندما نتحدث عن حوالي 90 ألف بينها جهيد وجريح ومفقود تحت الركام تضحيات جسام يقدمها الشعب الفلسطيني وسيل من الدم الفلسطيني بشكل يومي لذلك ربما كما قلت مرة أخرى أن الهدف الرئيسي الذي نفعل نجل التقيقي هو وقف حرب الإبادة والإدوان والتدمير الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك من رمال الله دكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية شكرا جزيلا لك